صباحكم سعيد مشاهدين الأعزاء أهلا ومرحبا بكل اللي نضموا إلنا من جميع أنحاء العالم ومن الأردن أكيد دائما في حلقة اليوم برنامج يوم جديد وهلأ معنا مجموعة من الأخبار الخفيفة ولكن العالمية ونبدأ بإحصائيات الإصابات بفيروس كورونا وجرعات اللقاح التي تم إعطاؤها حول العالم فقد أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 216 مليون إصابة فيما تجاوزت الوفيات الأربعة ملايين للأسف وخمسمائة ألف إصابة أما عدد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي أعطيت تجاوزت 5 مليارات و203 ملايين جرعة وتجدر الإشارة إلى أن طبعا البيانات مستمرة في التحديث حول العالم وإن شاء الله قريبا يعني مننتهي من هذا الوباء اللي للأسف أفقدنا الكثير الكثير من حياتنا ومن أحبتنا أما الخبر الثاني فهو فيديو منتشر على مواقع التواصل بحكس براءة الأطفال وخيالهم الواسع الفيديو لطفل صغير بيحاول أنه يبرر لوالدته قيمه بالرسم على مرآتها ليخبرها عند سؤالها له من رسم على المرآة ليجيب الطفل ليس هو بل الشخصية الكرتونية باتمان تشوف يعني هاي اللحظات بتذكرنا فينا كلنا وفي أولادنا وكل الصغار حولينا لما منسأل مين عمل هيك مش أنا هم الخبر الثالث ولأن الحاجة أم الاختراع قام رجل بتحويل حوض استحمام منزلي إلى طائرة بمحركات قادرة على الطيران ليستخدموا للوصول إلى إحدى المحلات وشرع حاجاته من هناك خلينا نتابع موسيقى مخرجنا عجبتك نعمل زيها نافئة مع ارتفاع درجات الحرارة وتباينها من بلد إلى آخر صنف موقع دولي متخصص في رصد درجات الحرارة 13 منطقة عربية ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم خلال 24 ساعة الماضية الأخيرة بدرجات لامست الخمسين درجة فما فوق طبعا فوق السفر وأولها منطقة جبل عرفات في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية لتليها منطقة خانقين في العراق حيث سجلت 49 ونص درجة مئوية أما المنطقة الأقل حرارة في القائمة طبعا فكانت منطقة مزرعة الأبرق في الكويت سجلت 47 درجة ونص هاي أقل منطقة في القائمة طيب نوصل للخبر اللي بقول إنه من الفيديوهات اللي فعلا لا التفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل فيديو لأحد الطهاء ما بعرف شو رائعه لا الذي قام بتحضير بيرجر اعتبر أو اعتبر إنه الأغلى في العالم قيمة هذا البرجر 5000 فيرو البرجر مغلف بالكامل بورق الذهب الصالح للأكل فما رأيكم دام وفضلكم يعني دائما من خلال ما بيمر علينا من أخبار وفيديوهات ما منقدر نقول غير إنه الجنون فنون وكل واحد وعالمه لوحده ترجمة نانسي قنقر